بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام أخوات الكريمات لازلنا مع السيرة النبوية روى الإمام أحمد بسنده عن بريدة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان ودان مكان يبعد عن المدينة المنورة بمئتين وخمسون كيلومتر حتى إذا كنا بودان قال مكانكم حتى آتكم يعني انتظروني هنا سأأتي إن شاء الله فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل يعني بين عليه علامات الحزن فقال إني أتيت قبر أم محمد فسألت ربي الشفاعة يعني لها فمنعنيها وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وروى البيهق بسنده عن بريدة رضي الله عنه قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر فجلس وجلس الناس حوله فجعل يحرك رأسه كالمخاطب كأنه يخاطب شخص آخر لا يروه فجعل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكى فاستقبله عمر فقال ما يبكيك يا رسول الله قال هذا قبر آمنة بنت وهب استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فأذى علي وأذركتني رقتها فبكيت قال فما رؤيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة يعني كل كان يبكي النبي والصحابة الكرام أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات بعد موت أم النبي صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب ورقى عليه رقة لم يرقها على أحد من ولده وكان لا يأكل طعاما إلا يقول علي بابني فيأتى به إليه وكانت حاضنته بعد وفاة أمه هي أم أيمن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها عندما كبر ويقول هي أمي بعد أمي وكان الجد يقول لها لا تغفل عن ابني فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبي هذه الأمة وكان لعبد المطلب فراش يوضع في ظل الكعبة لا يجلس عليه أحد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام فيجلس عليه فيؤخره عنه أعمامه فيقول لهم عبد المطلب دعوا ابني فوالله إن له لشأنا ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيمينه ويضمه إليه فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى ابنه أبا طالب وأبو طالب هو شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت سن النبي ثماني سنين فكفله عمه أبو طالب وكان أبو طالب أشرف قريش وأعظمها مكانة وأكرمها نفسا رغم أنه لم يكن كثير مال وأحبه عمه حبا شديدا وعظيما فكان لا ينام إلا إلى جنبه ويخرج فيخرج معه وكان يخصه بالطعام وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادا لم يشبعوا وإذا أكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم شبعوه فكان إذا وضع الطعام يقول لهم كما أنتم يعني انتظروا حتى يأتي ولدي فيأتي النبي فيأكل معهم فكانوا يفضلون من طعامهم يعني يأكلون ويشبعون ويبقى الطعام فيعجب أبو طالب ويقول للنبي إنك يا محمد لمبارك اللهم صلى على سيدنا محمد وكان الصبيان يصبحون رمسا يعني عندهم الرمس في العينين ديالهم شعثا يعني الشعر ديالهم غير ممشوت ويصبح محمد دهينا كحيلا وقد زاده حبا في نفس عمه ما كان يتحلى به النبي في صباه من طيب الشمائل ترجمة نانسي قنقر